قانون إجبار البلديات على استقبال اللاجئين هو الحل السحري لأزمة اللجوء وأزمة نقص أماكن للاجئين داخل هولندا القانون عرض على مجلس الدولة في شهر 3 2023 ومجلس الدولة بعكس المتوقع لم يرفض القانون ووافق عليه ولم يبدي أي اعتراض على نقطة إجبار البلديات القانون رجع لسكرتير الدولة وخرج سكرتير الدولة يوم 26.05.2023 بخبر صار جدا وهو أنه تمت الموافقة النهائية على القانون من اللي وافق على القانون تحديدا وليه أصلا كان متعطل من شهر 3 لنهاية شهر 5.2023 إيه هي الجلسة بتاعة يوم 1.06.2023 إيه هي الصيغة النهائية بتاع القانون وموضوع المكافآت للبلديات مين هي البلديات أصلا الـ 194 اللي القانون ده تعمل عشانهم مخصوص 194 في بلدية لم تستقبل أي لاجئين في العشر سنوات الأخيرة كل ده هنعرفه في الفيديو النهاردة بتاع هولندا ببساطة ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس ويلا بينا على موضوع الحالة كامبات اللاجئين داخل هولندا 3 أنواع النوع الأول هو الكمبات العادية جدا زي كامب تير أبل والكمبات التانية الأساسية ودول في منهم حوالي 200 كامب داخل هولندا الكمبات ديت موجودة والمدة سنوات طويلة وبتوفر جميع وسائل الراحة والاستقبال لطالب اللجوء لو الكمبات ديت امتلئت زي ما حصل السنة اللي فاتت في هولندا وسنة 2021 كمان بنعمل حاجة اسمها كامبات الطوارئ بتنادي الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين البلديات كلها إن هي تسلمهم مثلا مقارات الشركات والمكاتب الفارغة والمدارس أو المباني بتاع المدارس القادمة الغير مستعملة عشان نعمل فيها كامبات الطوارئ لأن الكمبات الأساسية امتلئت بعد كده لو كامبات الطوارئ دي كمان نفسها امتلئت بنعمل حاجة اسمها كامبات الأزمات الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بتنادي جميع البلدات التي تسلمها مثلا الصالات الرياضية وقاعات المؤتمرات عشان نستقبل فيها لاجئين ودي في الغالب بينام فيها اللاجئين على سرائر متنقلة من أيام إلى أسابيع أو أسبوع بالكتير أو أسابيع المهم بحسب الحالة الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين والتقرير بتاع RTL News السنة اللي فاتت قالك في 194 بلدية هولندية لم تستقبل أي لاجئ سواء بشكل طويل بقى لحد ما يستلم البيت أو بشكل مؤقت في كامبات الطوارئ أو كامبات الأزمات ولذلك فكر سكرتيري داولي شون لاجئين أنه هو يجبر البلديات دي على استقبال اللاجئين 194 بلدية هنقول أساميهم بالتفصيل في آخر الفيديو نيجي هنا للقانون القانون اللي أول كان بيقول هنجبر البلدات أنها تستقبل لاجئين ولكن رجع سكرتيري الدولة ومع الحكومة عملوا شوية شروط كده زي ما بتقول كده مثلا بالعصى والجازرة يعني فيه إجبار وفيه كمان يعني أجر وسواب للي هيبادر ويستقبل لاجئين إن كلمة إجبار تقيلة وبالذات في بلد زي هولندا فيها دموقراطية حتى البلديات بتعمل لها انتخابات والأعضاء بتوع البلدية بيمثلوا الساكنين بتوع البلدية والقرى اللي حواليها فما ينفعش نستعمل كلمة إجبار كتير أم سكرتيري دولة شوون لاجئين حط كذا بند كده زي بند المكافأة أي بلدية لو هتستقبل مثلا أو مطلوب منها تستقبل مثلا 400 لاجئ لو أخدت 100 لاجئ كل 100 لاجئ هتاخدهم هتاخد على كل لاجئ 2500 يورو بونس كده فلوس زيادة من الحكومة على كل لاجئ من المي زائد كمان ان المقاطعة اللي فيها البلدية ديت مش الحكومة المقاطعة نفسها إدارة المقاطعة هتدي البلدية ديت 1500 يورو على كل لاجئ يعني تقدر تقول كده 4000 يورو زيادة على كل لاجئ هتستقبله البلدية لو استقبلت 100 زيادة كويس كده القانون نقدر نقول إن الشكله تحسن شوية مش إجبار بس ولكن في كمان مكافآت عشان نشجع الناس إنها تستقبل اللاجئين طواعية وليس بالغصب طيب إحنا كنا آخر حاجة وصلنا لها يوم 24 2023 مجلس الدولة بعكس المتوقع وافق على القانون كتير من الناس والقانونيين كانوا متوقعين إن مجلس الدولة هيعترض على نقطة الإجبار ولم يعترض وافق عليه المفروض الحكومة كانت تاخد القانون كده من مجلس الدولة وديه البرلمان يوم 24 ثلاثة برضو صرح سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين إن هم كحكومة أربع أحزاب الائتلاف الحكومي ومعاهم حزبين كمان جوه البرلمان كلهم مقتنعين إن هم هيوفقوا على القانون فهو عنده أغلبية ومقتنعة فموضوع البرلمان مفيش خوف منه ولكن المشكلة لما القانون رجع من مجلس الدولة الحكومة نفسها الأربع أحزاب اللي جوه الحكومة نفسهم هم اللي اختلفوا على القانون وعطلوا وصوله للبرلمان أخيرا يوم 26 خمسة 2023 خرج سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين وقال لك خلاص إحنا كحكومة الأربع أحزاب يعني زي ما يقوله كده اطراضينا ووافقوا على الصغة النهائية الصغة النهائية إن القانون هيكون صالح لمدة أربع سنوات سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين هو اللي هيبص أول ما يتم الموافقة على القانون في البرلمان زي ما قلنا الموافقة في البرلمان مضمونة بحسب تصريح سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين بنسبة 100% لأنه عنده أغلبية أربع حزاب حكومية وفي حزبين كمان على أي حال القانون لما يتوافق على سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين هيبص كده هيشوف مثلا في 200 لاجئ في قرية تير أبل ما لهمش أماكن وعايزين نطلعهم بقى يتم استقبالهم في بلدية معينة لو عارف إنه على سبيل المثال يا جماعة ده مثال بلدية إمن مثلا هو عارف إنه عندها أماكن للمتين لاجئ دول في صالة رياضية أو في مدراسة أو 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 أي مكان لو البلدية بتاعت إمن عرضت من نفسها خير وبركة وتفوز كمان بالموضوع اللي احنا قلنا عليه اللي هو موضوع 2500 يورو من الحكومة وال1500 يورو من المقاطعة بتاعت إمن طيب لو ما عرضوش هما من نفسهم ساعتها سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين هيستعمل سلطة والسلطة ديها تقدر استعملها لمدة أربع سنوات يعني زي ما قلنا لو القانون تمت الموافقة عليه في يوم واحد ستة في البرلمان نقول بقى ويدخل حاجة التنفيذ من شهر 8 زي ما سكرتير الدولة اللي شون اللاجئين قال أربع سنين سكرتير الدولة هو اللي يستعمله وبعد أربع سنوات تنتقل السلطة دية للمقاطعة نفسها يعني نقدر نحسب من شهر 8 2023 8 24 8 25 8 26 8 27 سكرتير الدولة لشون اللاجئين هيكون عنده الصلاحية ديت أربع سنوات وبعد ما شهر 8 2027 يخلص ساعتها تنتقل المقاطعات هي اللي هتتولى الأمر دي المقاطعة اللي فيها مثلا مدينة معينة فيها أماكن لاستقبال اللاجئين والمدينة ديت لم تعرض المقاطعة نفسها هي اللي هتأخذ اللاجئين دول وتحطون في المدينة ديت دون انها تستأذن المدينة نفسها وطبق السلطة بتاعت الإجبار في إيد المقاطعة نفسها ومش في إيد سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين تعال نشوف بشكل عام إيه هي المقاطعات المقصودة بالقانون بتاع أكبر البلديات طبعا هو يقصد ال 194 بلدية ولكن إجمالا ال 194 بلدية دول موجودين في أن المقاطعات هننتقل بعد الفقرة ديت للبلديات وأسميها 194 بالتفصيل ولكن خلينا نشوف المقاطعات كان مطلوب منها لحد يوم 1-1-2023 تستقبل كم لاجئ وده هيتم باستعمال قانون إجبار البلديات يلا نشوف مقاطعة 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 جنوب هولندا المفروض أنها تستقبل وتوفر أماكن لـ 9125 لاجئ في 2023 الشهر الأول ومقاطعة شمال هولندا توفر 6151 ومقاطعة نورد برابند 6823 أترخت 2862 خلدر لاند 5606 لينبورغ 3347 أوفر أيزل 2943 زيلاند 814 فريزلاند 3351 فليفولاند 3203 درينت المفروض أن هي كانت توفر بحلول شهر يناير 2023 32168 ولكنها وفرت 3275 بمعنى أنهم استقبلوا 7 لاجئين زيادة عن المطلوب منهم بالفعل خرونينجين المفروض تستقبل 3507 استقبلت 3907 بزيادة 400 لاجئ يعني عندك المقاطعتين الوحيدتين اللي بتستقبل لاجئين العدد المطلوب منها وزيادة درينت 7 ومقاطعة خرونجين 400 خلينا نروح دلوقت ونشوف ايه هي البلديات بالاسم التي لم تستقبل لاجئين نهائيا في العشر سنوات الماضية وكمان هم دول المقصودين بقانون اجبار البلديات اللي هيدخل حيز التنفيذ قريبا واللي ستتم الموافقة عليه في جلسة 1-6-2023 او زي ما ذكر التكرير الصحفي 1-6-2023 هتكون جلسة الاستماع ممكن يتم بعدها التصويت على القانون وممكن يكون التصويت على القانون في يوم اخر وجلسة اخرى هنوفيكم باخر الاخبار ولكن ما ننساش ونذكركم سكرتيري الدول اللي شؤون اللاجئين واسق تماما من موافقة البرلمان لانه لديه الاغلبية يلا بينا نروح نشوف ال194 بلدية بالاسم لو دخلنا على الخريطة اللي نشرها موقع RTL نيوز الهولندي واللي حصل عليها من الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين قدامنا 344 بلدية هولندية ملونين بسلاس الوان مختلفة اللون الازرق الغامق ده بلديات فيها كامبات استقبال اللاجئين عادية جدا وعلى المدى الطويل اللاجئ بيروح هناك بيكون معا الاقامة بيستيلم بيت ما فيش اي مشاكل اللون الازرق الفاتح دي البلديات اللي استقبلت في العشر السنوات الاخيرة يا جماعة احنا بنتكلم ما بين 2012 و2022 اللي باللون الازرق الفاتح استقبلوا اللاجئين بشكل مؤقت يعني اللاجئ قعد عندهم في كامب عبارة مثلا عن مدرسة او شركة فاضية قعد هناك شهر شهرين لمدة سنة وبعد كده الكمب دا تقفل واللاجئ دا مش اللي اهمنا بقى في الموضوع دا كله قانون اجبار البلديات هي البلديات اللي لونها اصفر البلديات دا لم تستقبل اي لاجئ لا بشكل دائم على المدى الطويل ولا بشكل مؤقت في كامبات طوارئ في العشر سنوات الماضية تعالا نشوف في كل مقاطعة هولندية كده هنشوف البلديات التي لم تستقبل لاجئين باللون الاصفر ويلا نبدأ معانا في مقاطعة فريزلند في اقصى شمال هولندا فوق الجزر الهولندية كلها لا تستقبل اي لاجئين ولم تستقبل اي لاجئين في العشر سنوات اللي فاتوا وكمان عندك هنا كمان في بلدية هيات على الارض السابتة بقى مش على الجزر في هارلينجن وفي كمان عندك بلدية فيستر كفارتير ده بالنسبة لمقاطعة فريزلند لو رحنا هنا على مقاطعة درينت هتلاقي هنا بلدية اسمها بورخر او دورن لم تستقبل لاجئين نهائيا وكمان مقاطعة فيندام دي تبع درينت كمان اظن لم تستقبل لاجئين نهائيا هناخد زي ما قلنا من كل مقاطعة كده بعض البلدات باللون الاصفر وهسيب لك في الوصف بتاع الخريطة دي تقدر تدخل انت على الخريطة وتضغط من على الموبايل بتاعك وتشوف اسام البلديات لو نزلنا تحت شوية او رحنا مثلا على مقاطعة نورد هولند هنلاقي مثلا مقاطعة هولند سكرون ودي او بلدية اسف بلدية هولند سكرون في مقاطعة شمال هولندا زي ما انت شايف البلدية دي لم تستقبل لاجئين نهائيا في العشر سنوات ناخد مثلا جنوب هولندا لو نزلنا تحت كده هتلاقي مثلا بلدية اسمها كاخ امبراسم لم تستقبل لاجئين نهائيا لو نزلنا على نورد برابند تحت هتلاقي مثلا هنا هتلاقي هنا مثلا بلدية كبيرة برضو مش صغيرة لو نزلنا تحت عند زي هتلاقي فيرة هتلاقي سلاوس هتلاقي هولست لم يستقبل لاجئين نهائيا لو نزلنا تحت على لينبورغ لينبورغ عندك هنا بلديات كتيرة برضو لاند خراف ما أخدتش لاجئين خالص في العشر سنوات اللي فاتوا لو روحنا مثلا على وسط هولندا في اوتريخت في بلديات هنا برضو كمان لم تستقبل لاجئين في اوتريخت زي ما احنا شايفين كده مثلا في نيو كوب لم تستقبل لاجئين نهائيا لو روحنا مثلا في كمان تحت اوتريخت في خلدر لاند كمان خلدر لاند لخم ما أخدتش لاجئين نهائيا فيه مثلا توبرخن ودي مهمة جدا دي كأول بلدية اجبرت على استقبال اللاجئين حتى بدون اصدار القانون ده يعني على رغم القانونة هوت لسه هاية تم الموافق عليه بشكل نهائي بلدية توبرخن ديت لو نفتكر السنة اللي فاتت فيه قارية جواها اسمها ألبرخن والقارية ديت فيها فندق الفندق ده اشتريته الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين واخدت اذن من مجلس الوزراء الهولندا والحكومة انها تستعمله ككمب اللاجئين ل300 لاجئ ولم يستأذنوا البلدية نهائيا على اي حال هسيب لك الرابط بتاع البلديات ديته بتاعة الخريطة بتاع الخريطة اسف عشان تشوفه تحت وتقدر انت بقى تشوف باقي 194 بلدية حبينا ناخد عينات كده من كل مقاطعة ايه هي البلديات اللي فيها التي لا تستقبل لاجئين كان ده الملخص بتاع 194 بلدية ودول اللي مخصودين تحديدا بالاجبارهم على استقبال اللاجئين وزي ما قلنا الموضوع هيكون فيه بعض الاغراءات لو استقبلوا هما طواعية قبل ما سكرتير الدولة بنفسه يقوم باجبرهم هياخدوا مكافآت مالية اجمالا 4000 يورو على كل لاجئ هيستقبلوا من 100 لاجئ طواعية وزيادة عن العدد المطلوب منهم اساسا وزي ما قلنا مرارا وتكرارا قبل كده هو ده الحل اللي هيحل ازمة نقص الاماكن وهو ده الحل اللي هيقضى على مشكلة نوم اللاجئين بالخارج حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة اخرى وتنبيه بسيط ده حل الحكومة الهولندية هي اللي عملها وطالما الحكومة الهولندية عملته ومجلس الدولة وافق عليه والبرلمان زي ما قلنا هيوافق عليه فده يعتبر قانون مش يعتبر ده قانون اساسا يجب احترامه للناس اللي بتاخدها بعض الافكار الغريبة وتقولك ازاي يجبروا البلديات ده مش قانون لا ده قانون الحكومة الهولندية نفسها اللي ما وافق عليه البرلمان هي وافق عليه بأغلبية زي ما قلنا ومجلس الدولة اللي هو اعلى سلطة قضائية مستقلة ما حدش بيسيطر عليها ما حدش بيكبرهم على حاجة وافق عليه فده قانون زي وزي القانون اللي بيقول ان اللاجئ اللي مالوش حق في الاقامة يترحل زي وزي القانون اللي بيقول ان المشاغب يسجن او يعاقب زي وزي القانون اللي بيقول ان اللاجئ اللي ياخد اقامة يقعد وياخد حقوقه كاملة لحد ما نشوف بلده راح لحد فين ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية سلام عليكم